قبل ما نبدأ العزة يعني الحاجات الجميلة قوي على التوبة تعريف في التوبة التوبة مش هي ان انا امتنع عن الخطيئة لا ان انا اكره الخطيئة لو انا بطلت الخطيئة ده مش تايب ان انا كرهتها كرهتها يعني مرجع لهاش تاني يعني مش مبطل عشان انا خايف او مش مبطل عشان مش عارف ايه لا انا بطلتها عشان انا كرهت الخطيئة وخايف اجرح مشاعر المسيح دي من الحاجات الجميلة اخر حاجة ان التوبة هي باب السماء كنا بنسمع كلام جميل قوي اللي ابونا كرولوس فرج في بعض التأملات ان التوبة هي باب السماء هي الباسبور بتاعنا اللي دخلنا السماء مستند مع الناشي الباسبور ده يعني السماء ما انتش تايب مفيش سماء في توبة في سماء هي الباسبور اللي هنخش بيه الفيزا اللي هنخش بيه مش هنقدر نخش السماء إلا بالتوبة ربنا يجعل فترة الصيام دي نكملها مع بعض كلنا فترة كميلة وفترة تكون توبة للكل بنعمة النهاردة ان شاء الله هنبدأ في أول إصحاح من سفر سموئيل التاني معنا أخونا المحبوب أخونا أسامة رزق يبدأ كده في أول إصحاحات سموئيل التاني سفر جميل مبارك كلمنا المرة فاتت في سفر سموئيل الأول عن سموئيل وعن داود وشاول صح فنبدأ النهاردة السفر وربنا يعطيه روح كدس يتكلم عن فمه ويعطينا كده أزان جميلة صغية حلوة تفضل أسامة بسم الآب والابن وروح الكدس الإله الواحد أمين حسنا لا 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 الله سلح تقريب علينا كل صحب عليكم طيبين وبنسبة إيه أيوة إبرافع عليك زول السيتر عادر طبعا النهاردة 2 أبريل زول السيتر عادر ايو اتنين وخمسين سنة ستة خمسين سنة ستة خمسين سنة صح ظهر الظهور ده ظهور مميز جدا بالناس بالذات لكل شعب الكرازة يعني بس بالذات للناس اللي هم بتوع الزتون يعني ده حاجة انا يا ابونا انا يا ابونا لا زفر واحد بس هو صمويل الاول بس صمويل اول بس وانتهى بموت صمويل ينتقل كويس وبعدين انتهى وحاكلنا ازاي داود ملك وازاي كانت نهاية داود وازاي نهاية تشاول وابنه ونسانة وانتهى ازاي ملك داود ازاي اختاروا الرب اختار داود طب ايه صمويل التاني بقى من اللي كتبوه يقال انه هو من تلميذ صمويل اللي هو جاد النبي جاد والنبي يونة ثاني هم اللي كتبوه السفر بتاع صمويل التاني وبقى الاصفار اللي هي منوك اول وتاني اخبار اول وتاني دول الاصفار التاريخية وكلمة الاصفار التاريخية مش معناها انه هو بيحكي حكايات الروح القدس لما حطنا الاصفار دي مش الهدف منها انه هو مجرد يسرد هكايات ولا وهي الهدف يعني لا لكن الهدف منها نعرف الله اتعامل مع ولاده ازاي وازاي احنا نقدر نتعامل معاه بيدينا خلفية بينور لنا حتة كده ابعاد الله دي شكلها عامل ازاي اتفاهم معاه ازاي الاب السماوي ده ليه طريقة في التعامل معاه اتعامل ايه ازاي ايه اللي فرحه ايه اللي زعله فهمين قصدي بتشوف ده من خلال معاملات حية في الكتاب المقدس عشان كده بنسمعها اصفار تاريخية سامويل اول وتاني ومولوك اول وتاني اخبار ايام اول وتاني ده اصفار اسمع اصفار تاريخية بتحكي حكايات بس منورة حكايات البطل الحقيقي في كل حكايات دي هو ربنا يسوع المسيح هو ليه كل المياه يلا نمتدي نقرأ هنا في حكايتين حكاية وكده وترنيمة حلوة في الاسخاح ده يقول وكان بعد موت شاول ورجوع داود من مضاربة العمالقة هو اللي حصل ايه هنا انتع فين داود انا بس افكر حضراتك كده هتة اللي فاتت في صامويل الاول داود كان راح الفلسطينيين عشان بيهرب من شاول كان عمال يهرب من شاول سنين طويلة الاباء بيقوله في حدود من 15 ل17 سنة بعد ما اتمسح داود بس في وجود شاول لكن شاول كان بيطرده على الرغم ان داود كان بيحب شاول جدا من قلبه وده هبان جدا في الاصاح ده راح للفلسطينيين ودعا ان هو منهم وده بترتيب اله الفلسطينيين رفضوا ان هم يخرجوا يخرج معهم لمحاربة شاول وابنه يونسان قالوا لأ ده ممكن يتقلب ضدنا فلا هنرجعوا تاني فلما رجع تاني الفلسطينيين لقى العماليقة اخدوا مراته وعيلته وابوه وامه اخدوه فراح يحارب عماليقة هرب من الفلسطينيين وراح يحارب بلاد العماليقة عشان كده هم وفي نفس الوقت اللي فيه شاول ويونسان بيحارب مين الفلسطينيين يبقى عندنا حربين داود بيحارب فيها العماليق وشاول بيحارب الفلسطينيين ده نهاية السفر الاولين سامويل الاول بيكمل بعدها بيقول وكان بعد موت شاول ورجوع داود من مضاربة العماليقة ان داود اقام في سقالغ يومين سقالغ دي زي قارية كده بلد كويس قاعد في سقالغ دي وفي اليوم التالت اذا برجل اتى من المحلة من عندي شاول وسيابه ممزقة وعلى رأسه طراب فلما جاء الى داود خر الى الارض وسجد كلمة المحلة دي معنى من ارض المعركة يعني كويس هو الرجل دا برده ايه عماليقي ولا فلسطيني ولا يهودي الرجل الجيد للشاول ده عماليقي يعني مين كان بيحارب العماليق شاول ولا داود داود كويس فجي من الحرب دي وبيقول له انا سيابه ممزقة وحطه على رأسه طراب ودي كانت علامة من علامات ان هو انهزم ما كانش فيه مبالغات ساعته لكن كان بييجي رسول يقول الاخبار ايه للملك فده راجع بالمنظر دا بيقول له يعني بيقول له فقال له داود من اين اتيت فقال له من محلة اسرائيل نجوت يعني انا موجود في المعركة اللي كان فيها اسرائيل اسرائيل كان بيحارب فلسطينيين صح؟ فقال له داود كيف كان الامر اخبرني فقال ان الشعب قد هرب من القتال وسقط ايضا كثيرون من الشعب وماتوا هو يصب بمين الشعب دا؟ اسرائيل بالزبط وسقط ايضا كثيرون من الشعب وماتوا ومات شاول وينسان ابنه ايضا لحد هنا راجل دا بيكلم صح ولا غلط بيكلم صح دا اللي انتهى بيه السفر الاولاني سامويل الاول فقال داود للغلام الذي اخبره كيف عرفت انه قد مات وقد مات شاول وينسان ابنه فقال الغلام الذي اخبره اتفق اني كنت في جبل جلبوع دا الحتة اللي كان فيها الحرب يعني واذا شاول يتوكأ على رمحه يعني اتصاب في الحرب ومسك الرمحة بتاعه وبتوكأ عليه بتسند عليه كويس وإزب المركبات والفرسان يشدون وراه يعني فيه خيول وفرسان جايين بيجروا وهو دا عمالي يتوكأ يعني منانا هو ضعف وضعيف ضعف مش قادر يكمل فالتفت الى وراءه فرقاني ودعاني فقلت هانا زا فقال لي من انت فقلت لهو عمليقي انا فقال ليقف علي واقتلني يعني موتني لأني علمت انه لا يعيش بعد سقوطه واخدت الاكليل اللي على رأسه هو ليه طب انا هكامل حتى دي بانا رجع اقول تاني فوقفت عليه وقتلته لأني علمت انه لا يعيش بعد سقوطه وأخذت الإكليل الذي على رأسه والصوار الذي على زراعه وآتيت بهم إلى سيديها هنا هو ليه ده شاول قال له اقتلني صوت أيها دي الفكرة الفلسطينيين في الوقت ده اللي منا يفتكر الحروب اللي كانت في الشاق الأوسط من فترة بسيطة وشوفنا الملوك والرؤساء كانوا بيمثلوا بجساسهم فهي دي كالفكرة أنه هو كان الملك في الوقت ده كان يخاف أن العدو لو أخذوا يزلوا فتبقى اهانة مش بس دي اهانة للشعب كله يعني مش بس غلبنا يبقى اهانة للشعب كله طيب نلجح لحكاية لحكاية على العمليخ دي العمليخ ده قال له ايه قال أنا راجع لقيت شاول ضعيف وبيتوكع على الربح بتاعه ضعف والفرسان جايين وراه فبص لقاني راح قال لي اقتلني فانا قتلته وخدت التاجة على راسه وخدت الصورة اللي في ايده هل هي دي الحكاية بتاعت قتل شاول اللي تذكرت بسامويل الاول طب ايه الخلاف الحكاية كانت ايه طيب ايوه بالزبط ايوه بالزبط هو اتصاب فعلا وبعدين قال لي حامل السلاح بتاعه الملك بمشيش لوحده بيمشي مع واحد شايل السيف بتاعه شايله السلاح وشايله الرماحة اللي بيرميها في القوص دي كويس؟ حارس بتاعه حارس الخصوصي بتاعه فرح قال له اقتلني فالحارس قال له ما قدرش يمد ايدي ده انت مسيح الراب ما قدرش يمد ايدي عليه فرح شاول هو اللي قتل نفسه بنفسه اه ايوه بالزبط فهو اللي قتل نفسه بنفسه اذا شاول مات في خطيته مات منتح مش يونسان يونسان لا يونسان اتقتل من الفلسطينيين لكن شاول هو اللي قتل نفسه وحمل السلاح بتاعه قتل نفسه وما ليه الرجل ده قال كده هو كان فاكر ان داود حاله من حالنا مش عارف ان ده قلبه نقي زي قلب المسيح عليها بوليس بوليس الرسول قال لنا ان انا فتشت في قلب عبد داود فوجدت بحسب قلبي اكتر بيزة ميز داود انه لا ينتقم لنفسه اكتر بيزة ميز داود انه محترم جدا مسيح الرب لا دا مسيح الرب دا اكتر من مرة الله حط شاول بين ايد داود لو نفتكر في صمويل الاول في قصتين مشهورين جدا واحدة كان داخل ينام فرح اطع الجبه بتاعته وتانية تعب وقعد في الكهف فالحراس قالوا خلاص يلا لربنا دفعون ايدك انا لو ما كان اقول اقدر دا فرصة دا ربنا رجب يقول لحد عندي اخلص عليه لا ازاي امد دا لمجرد ان هو قطع حتة من الجذبية بتاعته بيقول وضرب قلبه داود يعني 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 انب نفسه ما اقول انا اعمل كده في مسيح الرب ما اقول انا اخد منه حتة من الجبه بتاعته بس لازم اثبت له ان انا بحبه في قلب داود نقي 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 جدا نقي جدا على رغم كل الخطايا اللي اتذكرت في كتاب المقدس الا انه نقي وده بيعلمنا نقطة مهمة جدا بعلمنا نقطة مهمة انت اتفاضي الحديد بالزبط اه هكمل هكملها هكملها وكان علامة ان في واحد يعني قاتل واحد ما كانش بيجيب حاجات من ممتلكاته لكن كان بيجيب رأسه يعني كان في الوقت دا ما كانش في حاجة جيب التاجل على رأس دا وكان دا طماع دا هو اخد التاجل على رأس من على رأس الملك واخد الحلية اللي في ايديه ومشي لايق داود في وشه داود يعتبر ضد او عدو لعمليك مش كان لسه محارب عمليك من شوية فقال لك هضرب عصفرين بحاجر اكسب ودي داود واقول له ان العدو بتاعك انا لقتلته لك فاخد بقى يعني كريدت عن داود دا فكر الناس دا مش فكر ولاد ربنا فكر ولاد ربنا زي ما حضر لك قلتو كده شوف داود بقى لإيه فداود اخد الحكاية اخد الحكاية وده برضو حتى في ميزة في داود ما بيردش بسرعة يعني خدها هضمها وبعدين تاني يوم هبتدي يكلم معاه نبص من هنا بيقول فأمسك داود لعدد 11 فأمسك داود سيابه ومزق وكذا جميع الرجال الذين معه وندبوا وبكوا وصاموا إلى المساء على شاول وعلى يونسان لحد الوقت فيه فيه الناس في الصعيد بيعملوا كده عندهم حالة وفاة يصوموا ويندبوا يعني كده كويس وندبوا وصاموا إلى المساء على شاول وعلى يونسان ابنه وعلى شعب الرب وعلى بيت اسرائيل لأنهم سقطوا بالسيف ثم قال داود للغلام الذي أخبره من أين أنت؟ الله ماش تسم جاوبك لا هو الحقيقة كان داود دي حتة برضو نقطة تانية نقطة تانية ما بيردش ما بيردش على طول ونتعليل ما دارس بقي فيه حاجة مش كويسة زي كده ما تتسرعش وترد وتاخد أكشن استنى وهدم الدنيا بالراحة بالراحة سنة بسنة لحد ما تعرف الحقيقة بقول أخباره من أين أنت؟ قوله بقى تاني كده أنت منين؟ فقال له أنا رجل غريب عمليقي فقال له داود وكيف لم تخف أنت مد يدك بتهلك مسيح الرب بتهلك مسيح الرب ليه قال له مسيح الرب شاول دا مع أنه عادوه يعني وبيكرهه ليه قال له مسيح الرب لأن صمويل مسحه والله اختاره صح؟ والأباء في الحتة دي بيعليموا نقطة مهمة جدا بيقول خد بالك خد بالك مسيح الرب مين مسيح الرب عندنا هنا دلوقتي في العهد الجديد كلنا صح عشان كلنا اتمسحنا بنعمة الروح القدس صح بس كمان مين رجالة ربنا الجاهنة والأصفة دل رجالة ربنا ما ينفعش أقول عليهم في حاجة عيب ما ينفعش صح؟ يعني الأباء في الحتة دي قالوا كده يعني خد بالك أن المسيح الرب دا هو أبونا هو سيدنا البابا هو سيدنا الأسقف دا المعنى المباشر المعنى خير مباشر زي ما بيقول ريمون كلنا مسيح الرب فده يدينا فرصة يدينا كمان تعليم إن لو أنا ما علي حاجة غلط على أنكل مش هتكلم فيها ليه أصلا مسيح الرب لأنه ممسوح بربنا مش هتكلم فيها أسامحه له أسامحه له ليه؟ لأنه متحب المسيح اللي جواه ودي نقطة تانية من نقطة اللي بيتبرس فيها قد إيه قلبي داود نقي داود مش شايف شاول ضعيف الإنسان اللي تحت اللي تحت النير اللي تحت الضعف اللي بيحاربوا بيجروا وراء نتيجة أنه غيران منه مش شايف دي لكن شايف المسيح اللي جواه ودينا فرصة برد نحنا كل واحد فينا دا علمنا تعليم إن كل واحد فينا يحاول يضرب نفسه إنه ما يشوفش الغلط اللي أخو بيعمله ما كلنا تحت الغلط ما كلنا بنغلط ما كلنا بنغلط وكلنا بنغلط في حق بعض لكن مش هاخد دي فرصة إن أنا أخلط في ليه؟ لأنه مش بس أخوة دا مسيح الله مسحه الله ردي أن يسكن جواه دا جهاد دا موضوع جهاد فضل أنك دا شغلة ربنا دا شغلة ربنا مناش دعو اتمسح ربنا مسحه أصل عطايا الله أصل عطايا الله بلا ندامة خدم إنه كان ممكن يموت في ساعة عطايا الله بلا ندامة أتفضل 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 لتقريب الفكرة حضرتك مثلا اتعمت وقابلت الروح الكدس وبقيت إيه؟ مسيحي إذا أنكرت الإيمان كحدته ورحت عقيدة أخرى وكده هل الروح الكدس يظل أنت خدت الروح الكدس ما تاخدوش تاني فأنت خدته مرة ما تاخدوش تاني أنا ترشمت بلايونه مرة واتركت الإيمان لما أجي أقمن جديد ما ترشمش من جديد مسيحي مرة واحدة والمسحة دي تفضل موجودة معاك لكن أنت مفعلها أو مش مفعلها قابلها أو مش قابلها دي حاجة بترجعلك أنت يعني أنت بقيت مسيحة بقيت مسيحي في حالة توبة أنت في حالة تجديد باستمرار تركت الإيمان واتبعدت عن التوبة فأنت خسرت كل أنت بس لسه اسمك مسيحي فهو مسح مرة واحدة من الله والمسحة دي ما تروحش ما تروحش بس هو رفض هذه المسحة بإرادته الشخصية إن ما مسح منها يعني يعني زي ما قلت سابونا كده بيقول الملك لما بيدي عطية ما برجعش فيها يعني خلاص أنا خدت المسحة من ربنا هتفضل موجودة ختم المعمودية يفضل موجود حتى لو أنكرت الإيمان وختم المعمودية يفضل موجود يشجعني أتوب وارجع ما رجعتش ورفضت ده لحد آخر لحظة ده متكديف على الروح الخدس يدني في اليوم الأخير من الهيدين أنا ولا ربنا لا ربنا ختم المعمودية بتاعوه مش أنا ما ليش دعوة فدود حلو من حلنا أنا ما ليش دعوة لو أنا شفت حد لو حالك شفتني بغلط مش من حالك أنك تدني ليه؟ لأنني أنا مساحي الرب على الرغم أن أنا بغلط برفض الإيمان صح كده؟ وممكن يكون غلط ده مش بس في حق الله ممكن يكون غلط ده في حقي أنا شخصية يعني أنا غلط في حق نفسي أو في حق بيتي أو في حق إخواتي وحالك شفتني ده برضو ما يديش الحق إن أقول ما هو كلمة القتل ده يا جماعة مش بس احنا بنقتل بنقتل برضو بس مش بالسيف القتل السيف ده ده أسهل حاجة ده فيه ناس ده فيه ناس بلقتل بالكلمة طبعا وبالنظرة وبأسلوب التعامل أسري بالقتل كتير فده فهنا ده يعلمنا ما دينش حد زي ما كنت سامح حد بقول عن مضوع الإيداني حضرت كلمة العكادي بقول ثم دع داود واحد من الغلمان آه هنا أخذ هذا القرار قال لأ أنت أنت عمل خطية تستوجب الموت بحسب الشريعة بقول ثم دع داود واحد من الغلمان وقال تقدم أقوه به فضرب ومات فقال له داود دمك على رأس لأن فمك شهد عليك قائلا أنا قتلت مسيح الرب أنا قتلت مسيح الرب وما قالش أنت قتلت عدو لا مسيح الرب أنا قتلت مسيح الرب حسب الشريعة يقتل فعشان كده قتل وابتدى داود مش بس يقف عنده هنا ابتدى داود يكتب مرساة مرساة يعني زي مريحة كده زي ناعي بس الناعي بتاع داود دا عشان هو رجل شاعر وقلبه جميل وحساس ورقيق كتب شعر ولحنه وخلى الشعب بيقوله خلى كمان نفس الشعب بيقوله تعالوا نقراها كده وشوف قد داود دا بيحب شاور من قلبه وبيحب يونسان من قلبه برده دفنت لمحبة يونسان أعلى من محبة شاور لكن في الآخر هو بيحب 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 وعف شكرا وقال وراس داود بهذه المرساة شاور وينسان ابنه وقال أن تعلم بنو يهوزا نشيد القوس كلمة نشيد القوس دي معنى نشيد النصرة لأنهم ماتوا في الحرب ممنتوش على سريرهم فبينعيهم كأنهم جذبرة كأنهم أبطال فبيقولوا يهوزا نشيد القوس القوس اللي هو معنى الحرب يعني هو ذلك مكتوب في سفري جول الزب يا إسرائيل مقتول على شوامخك كان يقصد مين بالزبي بيقصد الزب لأنه خفيف وسريع فبيقصد شاول ونسان معظم الأباء كان بيقولوا لا الزبي دي كان يقصد بها أيها نسان بالزات الزبي إسرائيل مقتول على شوامخك كيف سقط الجبابرة يقصد أيوة أيوة مش مختونين مش مختونين ما تفرحش بسقوط عدوك ده سلامان قال الكلمة دي كلمة دي ما تفرحش بسقوط عدوك هو سقط النهاردة ممكن راسقن بكرة ما تفرحش بكده زي زي قديس أفتكر حكاة في البستان يحنس القصير شفوف مرة بعيد جامد 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 على حد من الوسنيين بيعمل خطيئ فالأباء بيقولوله أنت يعني بتبكي دي يعني هو مش عارف ربنا وقال مسيره يعرف ربنا لأن ربنا احناين بس أنا ما عرفش هل أنا هكمل في معرفتي لله ولا يمكن أسقط وملقيش الوقت اللي توب فيه يعني ده ليفل من النقاوة نتمنى نوصل للتراطيف وكده يعني يقول لألة تشمت بنات الغلف يا جبال جلبوعة جلبوعة هل نفكرين الرجل عمليخ ده قال لن جاي منين من جلبوعة اللي هو مات فيها شاول فبقول يا جبال جلبوعة لا يكن طل ولا مطر عليكن ولا حقول تقدمات لأن هناك طرح مجن الجبابيرا مجن شاول بلا مسح الدول المجن اللي هو ايه تعالوا ايوة بلاذا عليك الترس يعني الترس بتاعه الترس بتاعه هو زي الحماية زي الحماية زي الحماية بتاعه بيبقى فيه ساهم جاي بيصدوا بالترس بالترس ده كويس والترس ده بيبقى ممسوح بزيت علشان لو فيه نار لو الساهم ده جاي بنار يتطفي فبيبقى ممسوح بزيت فبيقول مفيش زيت بلا مسح الدهن يعني مجن شاول مكانش مكانش عليه مسح الدهن ده وانطرح فبينع يعني الجبال والأكامل موجودة هناك اللي مات فيها شاول ودول وناخد شاول ويونسان وناخد بنا من نقطة برضو ان شاول ويونسان ليه شعب اسرائيل حرقوهم لانه خافوا من النقطة دي خافوا للفلسطينيين ياخدوا الجسس بتاعتهم ويمثلوا بيهم فقالوا لا احنا مش هنسيبهولهم احنا هناخدهم ومش عارفوا مش عارفوا مش عارفين كانش فيه جنازة يعني حرقو جسس الاثنين متصعب يعني من ضم القتلى من شحم الجبابرة لم ترجع قوس لم ترجع قوس يونسان الى الوراء وسيف شاول لم يرجع خائبا هو عايز يقول ان هم كانوا جبابرة كانوا اقوياء مماتوش عن ضعف دماتوا هم بيحاربوا شاول يونسان المحبوبان والحلوان في حياتهما لم يفترق في موتهما اخافه من النصور واشد من الاسود وهنا الاباء بيكلموا على محبة يونسان لابوه عرغم ان يونسان كان مختلف مع ابوه ويونسان ما كانش ليه نفس الفكر بتاع والده وكان بيحب داود من قلبه وكان عارف ان ابو غلطان الا انه فضل على العهد مع ابوه فضل معاه على العهد وفضل وفي الابوه لحد اخر لحظة ومات مع ابوه بيدافع عنه يعني فالحطة دي الحطة دي بتشيد ليونسان بعدين اخذ نقطة مهمة شاول يونسان المحبوبان والحلوان من امتى كانوا محبوبان تقول يونسان المحبوب والحلو ليش معنا شاول يعني محبوب وحلو كمان اصلي احنا اتفقنا ده ايه هو مش شايفه هو ده هو شايف المسيح اللي جواه ودي نقاوت قلب ولو بنتكلم عن دخلنا في الصوم يمكن يكون دي رسالة ربنا عايزة دهنة تعالوا نجهد الفترة اللي بقى يا ابن الصوم اديني يا رب نعمة اشوفك انت في الناس مهما ان كانوا توحشين في نظر يعني مليش دعوه مهما كانوا وحشين مهما كانت صرفاتهم صعبة انا عايزة شوفك انت انا عايزة شوف الناس بعينك ويبقى لي حواسك وحس بيهم زي ما انت شايفهم وحبهم زي ما انت حبيبهم واشوف كل واحد فيهم مسيح الرب ويبقوا هم كلهم محبوبين وحلوين لو مسيح موجود فسطينة دلوقتي مين فينا مش هيجر عليه ويبوس وقوله انا بحبك لو ظهر قدامنا دلوقتي هو موجود فسطينة بس يعاني هون لو شفناه بعانينا يعني مجازا مين فينا يقول كده ابونا ربا ممسك الجسد وبعد ما بيقدم الجسد بيشوف كتير من الاباء يمسكوا الصينية ويحضنوها وكان في فيديو واحد من الاباء عمال يكلموا كده وياخدوا يدي معاها المسيح المسيح قدامه صح؟ بيمسكوها ويحضنوها الصينية اللي فيها الجسد ده حتى بعد ما الصينية تخلص ويفضلوا يحط في مياه ويبث فيها ويأصحابونا ده ليه؟ مسيح المسيح هنا كويس؟ فلو كل واحد فينا تخيل بقى لو كل واحد فينا شاف اخوه مسيح ده هيب ده بعد نظرتنا تختلف تماما نظرتنا تختلف تماما حتى داود الرجل اللي كان شمع ابن جيرا ده اللي كان عمال يسب فيه قال ايه؟ داود قال ايه؟ الرب قال له يسب داود ما مش واخد اي حاجة من انسان كلها من ايد ربنا حلوة دي من ايد ربنا وحشة دي من ايد ربنا حلوة من ايد ربنا فيها ألم من ايد ربنا حلوة مرة من ايد ربنا مين ياخد من ايد ربنا حاجة مرة ويعاتب ربنا بس ديني حاجة يكفي انك تحطني في ذهنك يكفي انك بس تفكر فيي يكفي ان احس اه بالزبط يكفي ان احس يا رب ان انا موضوع اهتمامك حتى لو انت بتمررني ده من فرط محبتك اتفقنا فشوف قدي الرجل ده كان قلبه قلبه حلبة تعالي ناخد الفترة دي بتاعة بتاعة اللصوم بالفترة اللي بقينا احنا خلاص ندخلنا في محد النص يعني يعني هو جري من النصوم تعالوا ناخد الفترة اللي بقي دي نجهد في النقطة دي بس اشوف اخويا بعين المسيح اشوف اخويا زي المسيح شايفه هو المسيح لو كان شايفنا زي ما احنا شايفين بعضنا تفتكروا كان تجسد وتصلب ومات عشاننا اكيد لا اكيد لا فيا ريت نشوف بعض زي من المسيح شايفنا بقول يا بنات اسرائيل بكاينة شاول الذي ألبسكننا قرمزا بالتناعم وجعل حلي الزاب على ما لبسكننا عايز يقول ان انتو كان في عهد شاول كان في عهد رقاء وكان في عهد في خير يعني على الرغم لو رجعنا لصمويل الاول اول حروب بتاعت شاول هنلاقي شاول داخل يحارب والجيش ما كانش معه اسلحة كان السلح معه هو يونسان بس لو تفتكروا كان في الاصحاط الاولانية الا ان داود بردو ستيل شايف ان شاول كان سبب الخير كيف سقط الجبابرة في وسط الحرب يونسان على شوامخك مقتور قد ضيقت عليك يا اخي يونسان كنت حلوا ليه جدا محبتك ليه اعجب من محبة النساء عايز يقولون انت قد ايه كنت يعني كان في حب حقيقي اكتر من محبة النساء في اللطف وفي الوداع وفي الخضوة على الرغم لو كانوا اصحاب يعني كيف سقط الجبابرة وبادت الات الحرب يعني دي مرساة اللي شاول ويونسان بتبين عمق محبة داود وتعلمنا تعلمنا درس في النقاوة وتفهمنا معنى الكلمة اللي قال عليها بعد سنين طويلة فوق الف سنة معلمنا بولس الرسول اللي قال ان الرب نظر الى قلب داود فوجدته بحسب قلبي منين حسب قلبك اصلى عينو على الله داينا واخد من الله وباتعامل مع الناس ياخد من الله ويتعامل معنا وشايف الناس كل واحد فينا كأنه مسيح صغير ودي حقيقة في القهد الجديد ان كل واحد فينا عبارة عن مسيح صغير واخد حتة من رب المجل تم تحط كلنا على بعض يبقى صورة ابنه مكملين الى صورة ابنه كل واحد فينا واخد حتة من يسوع صح؟ خدها امتى دي في المعمودين في الروح القدس كل واحد فينا بيجاهد بحثة وإيه يقول الكلام ده جبته من عندي لا في سفر الرؤية هتلاقي اللي يغلب هتديله حصة بيضة وعلى الحصة البيضة اسم بس الاسم ده محدش عارفه غير اللي بياخد الحصة وأنا المفروض لما هتديلك اسم يبقى مفروض الناس كنت تعرفه صح؟ صح وانا غلطان لكن يشمع ان الاسم ده بالذات بقى محدش عارفه غير رب المجد اللي بياخد الاسم قصدي صورة يسوع الموجودة جواك فيبقى واحد فينا اسمه محبة واحد فينا اسمه عطاء واحد فينا اسمه بازل واحد فينا اسمه نقاوة واحد فينا اسمه ميل تاني واحد فينا اسمه عطاء يعوها كزا كل ده عبارة عن ايه؟ حتة من يسوع صح؟ كل واحد فينا واخت حتة حتة من يسوع على قده على قده على قده نكمل كلنا على بعض يبقى صورة اذن ربنا سواء المسيح اي سؤال اتسبونا جاهز اي سؤال كل السلام حضركم طائبين تفضل ليه القصوة كان التحاجة بالعادة العديد يعني داود النبي خبط قلياته وموته وقطع لاب سبوه النبي جاب على جيته وراح جايبه كتير ليه القصوة يعني عاية سؤال قصوة بالي الناس وبعضها يعني قصوة بالي يعني ما اقول لك داود النبي قاتل الجوزيار بالنبنة بس دا بمثل بمثل الشيطان كل حاجة لها رمز دا بمثل الشيطان مفيش تهاون مع الشيطان ايو بالزبط مفيش حاجة مفيش تهاون مع الشيطان دا كان برضو كان برضو شطان مفيش تفاهم مفيش تفاهم ولا تهود مع الشيطان مفيش تفاهم ولا تهود معه اطلاقا حتى لو كان الطريق يبان اللي سمهولي دا يبان انه هو حلو مفيش تهاون وده بدينا فكرة انت الخطوة الاولى اطحها مهما كانت دي هتسبب لك ألم في علاقة غلط اقطع في عادة غلط اقطع اقطع بلا تردد رمز يبين الجدية يبين الجدية في التعامل مع الله يبين الجدية في التعامل في الحياة الروحية ما فيهاش ما فيهاش ما فيهاش مهودة كل اللي يقوله شاول دا ايه كل سوريا يا عزدي يقول داود داود عن شاول ايه كل عمانين يقوله دا جاء من صباحة ربنا كل دا حب كل دا حب في المسيح تلاقي الحب جامل اللي عاد المسيح ما تلاقيش تهاون وفي العهد الجديد برضو فاكر حنانيا وسفيرة بطرس عامل ايه عشان يتحدوا مع الشيطان بطرس عامل ايه اللي خرج من بطرس تنفذ قالوا انت هتموت مات ست داخل بعدها بساعتين ما ايوا محمد هو ضرب هو لما اخد السيف وضرب دي هو ما بضرب بايه دي بضرب بروح الله بطرس برضو عادة لناس بروح الله بكلمة ربنا عاملتنا بقونا عاملت علي يمكن الحاجة الوحيدة عمو مكرم لا تنسى ان احنا في العهد الجديد اسمه عهد ايه النعمة عهد النعمة يعني احنا اتعمدنا واخدنا نروح الكدس وبنتناول والمسيح بيسكن جوانا فدغير من طبيعتنا البشرية اللي فيها الانتقام والشر يعني احنا انت عارف احنا يعني ليه بنسبع الجماعة الدواعش في طريقة قتلهم بيضربوش بالصاص بيتباحهم وبيدهم حاجة صعبة ما فيش الروح الكدس مش جواهم بعادة عن عهد النعمة فاكيد عهد النعمة بعد السيد المسيح يختلف تماما عما سابقه يختلف تماما ربنا يديم علينا هذا العهد تفضلوا نصلي